اشتركوا في القناة جاء فيه يستبدل بنص المادة الثمانين بعد المئة من المرسوم بقانون رقم خمسة وخمسين لسنة الفين واثنتين بشأن اللايحة الداخلية لمجلس الشورى النص الآتي المادة الثمانون بعد المئة تعد الأمانة العامة الحساب الختمي للمجلس وتقدمه مدققا إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختمي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية وتتبع في إقرار الحساب الختمي المدقق وإصداره تتبع الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها ترجمة نانسي قنقر